انت عارف ان قزمة ناقص العملة الموجودة دلوقتي خلت بعض الناس تستغلها وخلتهم يوفروا الدولار لكل اللي بيحتاجينه بس ما تفرحش قوي كده وده لان الدولار اللي بيوفروه بيكون بنسبة كبيرة مزور وساعتها هتنخدع فيه من غير ما تحس لانك وقتها هتكون محتاجه ومش هتفكر هو مزور ولا لا بس يا ترى ازاي تفرق بين الدولار الحقيقي والمزور وايه هي نصيحة المصرفيين للمواطنين عشان محدش يتحك عليهم وايه اسهل طريقة تكتشف بيها حقيقة العملة اللي معاك وايه الفرق بين الدولار المجمد والمزور كل ده واكتر هتعرفه بس تابعنا في الفيديو ده ازمة الدولار تقريبا كده محدش ما اشتكاش منها خصوصا المستوردين اللي حالهم بقواقف بسبب عدم توفر العملة الصعب طبعا الازمة دي خلت بعض الناس تستغل لها وزودت من شغل السوق السوداء اللي رفعت سعر الدولار لكن للأسف مش دي المشكلة الوحيدة وده لان فيه مشكلة اكبر تحذر منها الخبير الاقتصادي كريم العمدة في برنامج على مسئوليتي مع الاعلامي احمد موسى لما تكلم عنه عين من الدولار ولو اشترتهم من السوق السوداء تقعد ربنا في فلوسك النوع الاول الدولارات المزورة وده خلى الكل بقى عايز يعرف ازاي فرق بين الدولار الحقيقي والمزور شوف يا سيلي اصحاب محلات الصرافة قالوا ان فيه اكتر من طريقة بينفزوها عشان يكتشفوا العملة الحقيقية من المزورة اولها الطريقة اللي معظمنا بيعملها وهي التدقيق في العلامة المائية الموجودة على الاوراق النقدية وخصوصا في الدولار الامريكي لانه اكتر عملة بيتم تزورها ومن ضمن الطرق دي كمان هو التدقيق في الرقم المكتوب على العملة يعني مثلا لو العملة دي فئة الميت دولار فبندقع على الرقم ده وعلى الاصفار تحديدا الموجودة جوه العملة بس الطريقة دي بقى هتحتاج لعدسة مكبرة عشان مش هتعرف تشوفها بعينك ومش بس كده دول قالوا كمان ان فيه طريقة معينة بيتبعها اغلب المصرفيين وهي ملمس صاحب الصورة في ورقة الميت دولار والخمسين دولار لان الملمس بتاعهم بيكون خشن شوية ده بالاضافة للتمويج الموجود على الخط الازرق والاختام الموجودة على العملة لانها بتكون مليانة بالتفاصيل عكس العملة المزيفة اللي بتكون سطحية ده غير طبعا الالات الحديثة اللي بيستخدموها لعدل نقود اللي بتتميز بالكشف عن العملات المزورة ولما تسأل ازاي ممكن الشخص العادي واللي ما عندوش خبرة يكتشف العملة المزورة قال ان ممكن الشخص العادي يكتشف تزوير العملة بكل سهولة من خلال ملمس العملة وكمان لما يقانن العملة اللي معه بالحقيقية ساعاتها هيقدر يكتشف الفرق بسهولة في السماكة والملمس وقال ان العملات الحقيقية للدولار بيتم طبعاتها باستخدام تكونيات طباع اوفيس العادية بالاضافة للطباعة الرقمية اللي مش ممكن نسخها او تقاليدها بس انت عارف ان ممكن يبقى معاك دولار حقيقي ومش مزور وفي نفس الوقت مالوش اي قيمة وما تعرفش تصرفه ازاي انا هقولك ده بقى يا سيدي سر الدولار المجمد ودي بقى اعبار عن دولارات كانت موجودة في بعض البلاد اللي تعرضت لأزمات في التسعينات والفلوس اتسرقت من بنوكها وفي الحالة دي بيتم تجمدها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في امريكا وابلاغ باقي البنوك المركزية في العالم بارقامها التسلسلية عشان ترفض التعامل بيها بس للأسف كل فترة والتانية نسمع ان الدولار ده ظهر في بعض البلاد وحسب موقع العربية بينتشر الدولار المجمد بشكل كبير في كل من تركيا والاردن والعراق والليبيا وسوريا ودول تانية وبيتم بيعه عن طريق سمسرة او شبكات تهريب بس الفكرة بقى ان سعره بيكون اقل من الدولارات التانية والمشكلة بقى انه ماينفعش انك لو رحت بيه اي بنك هيعتبره ورقة متسويش قيمة الحبر اللي مضبوعة عليك وتبقى رميز فلوسك في الارد وصحيح ماسمعناش عن الحكاية دي كتير بس الخبير الاقتصادي كريم العمدة حذر منها وعموما شراء او بيع العملة عن طريق السوق السوداء مخالف القانون وامكن يعرضك لمشاكل كتير جدا فخلي بالك كويس قبل ما تغامر بفلوسك مع اي حد